السلام عليكم في بداية أزمة الكوفيد-19 كان في اعتقاد أن كبار السن والناس اللي بتعاني من أمراض مزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض والوصول لحالات حرجة ولكن في الحقيقة حصل أن فيه شباب كتير بالرغم أن هم مش بيعانوا من أي أمراض مزمنة وبيتمتعوا بصحة جيدة وجهاز مناعي قوي وصلوا للحالات حرجة وتسببت في الوفاة وده تفسيروا أن فيه ظاهرة اسمها عاصفة السيتوكين أو سيتوكين ستورم ايه هي عاصفة السيتوكين أو رد الفعل المفرط للجهاز المناعي؟ هو ده موضوع حلقة النهاردة من خلاصة الدراسة وأنا معاك دكتور حسام جبري اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن رد فعل الجهاز المناعي من أول يوم لدخول الفيروس لحد تطور الأعراض وإنتاج الأجسام المضادة وقلنا أن أهم جسم مضاد هو الـ IgG وهو ده المخصص لفيروس COVID-19 وفي نفس الوقت اللي بينتج فيه جسم الـ IgG فيه عملية اسمها Secondary Immune Response بيحفز الجسم إفراز مواد معينة هي المسؤولة عن ظهور الأعراض من ارتفاع درجة الحرارة والكحة والسعارة وتحديداً المواد اللي مسؤولة عن ظهور الأعراض دي اسمها محفزات الالتهاب ببساطة بعد تكوين الأجسام المضادة وظيفتها أن هي تشتبك مع الفيروس وتمنع دخوله داخل خلايا الرئة وبالتالي بتمنع التقافر بتاعه وفيه أثناء اشتباك الأجسام المضادة مع الفيروس بيبعت الجسم إمدادات لمنطقة الاشتباك محملة بمحفزات الالتهاب دور محفزات الالتهاب دي هي القضاء على الفيروس وتحليل الفيروس وابتلاع الفيروس البروتين المسؤول عن نقل محفزات الالتهاب دي إلى أماكن الاشتباك اسمه سايتوكين وبالمحفزات دي هي اللي بتعمل عملية الالتهاب في منطقة الاشتباك وفي الحالة دي بتكون في الرئة وعشان الالتهاب ده ما يعودش المدة طويلة فور انتهاء المعركة لازم تبعد برضو السايتوكينز إمدادات مصبتة للالتهاب عشان ترجع الأمور تاني لطبيعتها بعد القضاء على الفيروس ولكن اللي بيحصل في عملية عاصفة السايتوكين هو إن الجهاز المناعي بيفقد السيطرة على الإمدادات المحفزة للالتهاب فبتحصل مبلغة في إمدادات الجهاز المناعي لمحفزات الالتهاب بدون توقف والعضو بيتعرض لفيضان من السايتوكينز كلها محفزة للالتهاب وده اللي بيؤدي إلى التهابات داخل الرئة ممكن تؤدي إلى جلطات وضيق في التنفس وصعوبة إمداد الجسم من الاكسوجين والدراسات كمان بتقول إن أثناء حدوث عاصفة السايتوكينز بتتجمع محفزات الالتهاب أيضا في الكلا وفي القلب وده اللي بيؤدي إلى فشل كلوي أو توقف في القلب والدراسات بتقول إن هي دي أغلب الحالات الحارجة اللي بتحتاج عناية مركزة وأجهزة تنفس صناعي بالرغم إن مفيش دراسة واضحة بتقوبل السبب الفعلي لحدوث عاصفة السايتوكينز إلى إن العلماء بينصحوا بالهدوء والبعد عن التوتر العصبي والنوم بشكل كافي والاهتمام بفيتامين دي لتقوية الجهاز المناعي والمحافظة على انتظام ردود أفعال الجهاز المناعي ده كان ملخص معنا كلمة عاصفة السايتوكين ولو عندك أي تعليق سبهلنا في التعليقات اللي تحت الفيديو ومتنساش تعمل شير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس شكرا والسلام عليكم